حتى نختم هذا المحور ونروح لأسئلة المشاهدين اللي جاي تابعون البرنامج معانا طبعاً كيف الشاهد منتخبنا الوطني مع كاتنج وفق الظروف اللي جاي يعمل بيها والنتائج اللي جاي يحققها يعني بالنسبة للنتائج كاتنج نتائج ممتازة يعني وفق أدلة المستوى اتغير المنتخب يعني الوضع البدني والفني لللاعبين نتائجهم الأخيرة كاتنج سنم منتخب مركز 188 والآن المركز 70 والآن مصدر مصدر مجموعة بالتصريات الاسيوية التجاوز منتخب التصنيف الصاحب التصنيف الأول اللي هو إيران وتغلب على قطر البعض يقول لك إيران مو بمستواهم الحقيقي إيران لذلك بدلوا المدرب وغيرها طبيعي لكل مباراة لها ظروف يعني احتمال المباراة القادمة منتخبنها نجاوز إيران إن شاء الله يعني شيء مصاب طيب هذا السيل من الانتقادات شلو تفسيره؟ أعتقد دايدا الانتقادات صار وضع معيب بالنسبة لجميع الرياضيين بصراحة شلو السبب؟ يعني بدأ جميع يفهم التحليل الجميع يفهم بطرق اللعب الجميع يفهم بالصحافة جميع الجميع يعني يفهم أمور يعني على قولة المصريين يجيك واحد بتاع كله خلي نقول؟ يعني أختصرها في هذا الموضوع يعني أنا أشوف مع ازدياد الأيام تزداد الأمور عتما بصراحة بالنسبة للوضع الرياضي كابتن يعني الرجل برأيك ما يستحق هاي سهام النقل؟ ايه أكيد 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 لكن الشيء الجميل يعني هو صرح في مؤتمر صحفي أنه لا يملك يعني ممكن موبايلة طابوقة يقول لك لا مواقع تواصل اجتماعي هاي لو كانت الضغوط مع مدرب عراقي يمكن يتأثر كثير وفعلا يتأثره ويعني خيرة مدربين مع الأسف طبعا أخير لا أذكر بالأسماء مع الأسف يعني الكابتن راضش نشيل والكابتن باسم قاسم يعني ساروا بالمنتخب بطريق صحيح وسليم جدا ودى الارتقاب بمستوى درجة درجة لكن هذي سهم النقد والتدقلات الكثيرة أثرت على